اشتركوا في القناة بسم الله على بركة الله هنا عندي اربعة حبات بيد عندي قرصة ملح عندي نصف كاس سكر نخلطهم جيدا يعني بالمدرب اليدوي فقط بعدين نضيفه مغرفة صغيرة ملعقة صغيرة لفاني ولا سكر فاني بصفتنا لنها اليوم يعني درت كمية صغيرة يعني اللي تحب تدير سنيوة كبيرة تواصل ضاعف المقادير عندي نصف كاس زيت يعني صينية تاي كانت صينية صغيرة مدورها صغيرة ونخلط جيدا بعدين احنا نضيف البيسكويت شوف انا استعملت هذا البيسكويت يعني هو يجي جاهز محمر وكلش اللي ما عندهاش كاس اللي ما عندهاش يعني تقدر تستعمل الخبز يعني تحمصه وترحيه وهنا استعملت كاس لوز يعني تقدروا تستعملوا كاس لوز ولا كاس كوكو ولا كاس جوز الهندي يعني انتي الاختيار اللي عندك في الدار نديريه انا عندي لوز استعملت اللوز نخلطوا المقادير جيداً بعدين نضيفه ساشي خميرة يعني اللي هو عشرة جرامات خميرة الحلويات نخلطهم جيداً موجده الصينية تاعي دهنتها بالزيت ولا بالمارغارين يعني كما تحبي وتسوي السطح كما راكم تشوفو بعد ما فرقت الخاليط سويت السطح وندخلها الفرن انا هنا ضفت لها اللوز من الفوق حبيت نديرها باللوز وندخلها الفرن طيب حوالي عشرين خمسة وعشرين دقيقة بعد ما الطيب تخرجيها وتسقيها بالشربات انا اللي استعملت استعملت كاس كبير سكر مع زوج كيسان ما تديريهم فوق النار يغلو جيداً بعد ما يغلو نقسينهم تخليهم عشر دقائق وزيت فوقهم زوج مغار في حسل ثقيل كان عندي تتبعوا معي هنا بعد ما ندخلها للفرن هنا بعد ما خرشتها كما راكم تشوفو الصينية تاعي كما راكم تشوفو لانه لازم تجي شربة مليحة يعني ما متل تشوفيها هكذا يعني عادي تشرب كامل لشربة تاحا هنا بعد ما ارتاح تشوفو شربة شربة تاحا وراني قطعتها انا قطعتها كاري يعني كل واحد كفاش يحبي يقطعها شوفو الاخر يعني شربة لعسل مليح ستقوني وصفة بنينا ورائعة ومش هتستغنية لها كامل وخفيفة يعني هاي المغادير هذه هي وصفتنا لنهار اليوم ان شاء الله تنال اعجابكم الى عجبتكم ما عليكم دعموني بلايك واشتراك تعليقاتكم تسرنا دمتم اوفياء لقناتي شكرا لكم نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله والى اللقاء